اهلا وسهلا فيك تفضل 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 اهلين شو اللي يحاملوا معك فرجيني شوف البؤساء فيكتوري جوب بتاك شو سميك هيا لصة بتقراها تقراها كلها اكيد بالنوقت شو هيدا الكتاب التاني اه الحرب والسلم لتولستوي قلت انك بتحب هالعيون من الادب الروائي بالعالم عبتقراهم برافو عليك يلا بجيب لك قهوة مع تشرب مع تشرب اوكي طالما انت بتحب هالكتب بسمع شو قيل ابو الطيب المتنبي شو قيل اعزوا مكان في الدنا سرجوا سابحا وخيروا جليس في الانامة كتابوا عشو بتاك ايه ابتسم ابتسم اوكي عزيزة المشاهد اعزائي الكتاب ناسينه شي انه في شي اسمه كتاب في اسمه رواية في شي اسمه كتاب في بحث في كتاب علمي في كذا نوع من الكتب الكتاب شو بيعمل هو متل ما قال متنبي هو بالواقع خير جليس ما في احلى من الجلسة مع الكتاب لمن ما بتلاقي من تقعد معه براحة وهو بيعطيك ما انت بتعطيه بتعطيه هم نحكي فكر مش اعطاء مادة لا اعطاء فكرة وبتعرف القراءة يا صديقي بتنور العقل مثل ما بيقولوا مش بس بتنور العقل بتغزل اقول القراءة بالمعلومات بمختلف المعلومات وكمان فيها متعة متعة انك عم تحتك بفكر كاتب لما بتقرأ الرواية مثل مؤساء انت عم تقرأ عملاق اسمه فيكتوري جو بتشوف عصر كمان عم يعطيك حخبة من الزمن عاشها عم يوصفها وعب تشوف التحليل الدرامي للمواقف اللي حطتها في جو بهالطريقة انت تستمتع وزي انت كنت مش مصقف بس بتعرف تقرأ وعب تقرأ هيك قصص بتكون انت عب تعلم حالك بتكون انت عب تتسقق بتكون انت عب تشوف افاق كانت غايبة عنك وبتسعدك وفي ناس اعطيك متل عم نكنت صغير عم نشي 11 سنة ايه 11 12 سنة ممكن واقع بايدي كتاب الفرسان الثلاثة لالكساند ديما لتروان بوسكوتير وكان الشي خمسمائة صفحة بلشت في قراءة الصبح كنت مسطح هيك عثار شي كان عنا ضيوف فرشت بالسالون وبلشت اقرأ ما قدرت شيل عيوني عن هاد الكتاب لصارت الساعة 11 بالليل بس جيت تقوم ضخط كانت قاري الكتاب كله بايك بلشت القصة استمتعت كتير وهالمتعة بعدها معي رح اديت هلا شو رأيك فيك تقراه هيدا كله الحرب والسلم بجرسة واحدة ما بتصور انه بدك ترجع من 11 عشر سنة بتعملها الكتب خير الجليز خير الرفيق مش بس للرواية للعلم نحن لمن بدنا نقرأ نختار وبنصح عن الاختيار لكون مختلف يعني كمان حسب تحصيله الانسان فيه يتواصل مع نوع معين بالكتب يعني انا ما عم بطلب من شاب السبعتاش يقرأ فرويد هلا والتحليل النفسي والى اخره هلا بيقرأ بيشوف ما بيشوفه مثل ابن الثلاثين ياللي متمرس بالفلسفة مثلا بالنفس وبيشوف بعدين انه اكتر بنوصل للخمسين انه في علماء بناخدوه لفرويد بنظريته نحن هدا شي بنتعلمه من الكتب ولهوات النوع كمان اذا بدنا نقرأ تاريخ تاريخ قداش فيه حوادث بالتاريخ لازم نطلع عليها تنعرف وينصرنا وكيف كنا وينصرنا طبعا كيف كنا وينصرنا وغيرنا من الامم هالشعوب تطور الحضارات وتطور البيئة انه تغيرت البيئة مع تغير الواقع مع تغير المكان مع قدوم ناس جدد على بلد وغيره مثلا المغول لمن اشتاحوا العالم مع جنكيس خانه وكفوا بعدين هلاكه وغيره الاخير ايه؟ لالي وصلوا ويفوتوا على اوروبا ويحرقوا الاخدر واليابس اخر شيء كله هذا الكتب نقلة النياب بقولوله المغول مش المغول على فكرة المونغول بالفرنساوي فاتوا عايطاليا خربوا الدنيا روما بعدين الخلافة العباسية بغداد اتطوقت كانوا ينظروا يبعتوا وفد انه سلموا تسلموا وبتمشوا تحت حكمنا رفض الخليفة العباسة ناسي شو اسمه يمكن المستعصم يمكن يمكن حصروا وفاتوا وكان عنده وزير خاين وقال له معات الجيش لهالجهة الخليفة ما عنده كتير علم استراتيجية العسكرية سمع كلمته تيري متفق مع المغول واجه الجيش من غير جهة هالوجهات هاي المهمة بالحرب وراحت الخليفة العباسية وقتلوا لها الخليفة شر قتلة كافيكوا لقصة المغول عبقر كتام باختصار انكسروا اخيرا وين بعد ما احتلوا دول وفاتوا على امبراطوريات ودمروها يلي كان سائدة وحكموا تترباع العالم المعروف وصلوا على المشرق وبعتوا تهديد لسلطان المماليك وقته كان اسمه ابناصر قطز قطز يعني باللغة تبقيته الشركسية أو غير شيء يعني مثل النمر الشاطر وكانت النتيجة بفروسية هالشباب هؤل المماليك وعرأسهم ظاهر بيبرش قطز انكسروا المغول وطردوا من مناطق الشرقية كلها بلشوا يتقخروا هيا حكاية حكيت لكم ياها لو ما قاريها هلأ انتوا في شغلة بتقلكن ياها وهذا موضوع لح تتناولوا بعد شوي بس مش بها الحلقة انك بالحلقة الجاية أو اللي بعد انه اليوم صار فيكن تحصلوا على اي كتاب بواسطة هالجهاز اللي بيتكن بأي لها فيكن تشوفوا من هالكتب حديثنا عن الكتاب خلينا ضمن الكتاب كمان في كتب غرائبية كتب حكية شيء بتقوص معينة بحضارات معينة بشيء بيقوزع بلات معينة إلى آخرين فيه ناس بيحبوا هالنوع وبيقروها للكتب الكتاب من الطفولة لازم يوعد طفل التلميذ على القصة مشان هيك في قصة صغيرة وبيكون احيانا في شرح من الام من التاتا من الجد من البي لهالقصة ببنشوا ينمولوا الشعور للطفل بقراءة القصص بهالقصص اللي بلونة الحلوة بيقدر هالطفل ينمي دماغه لأنه الكتاب مهم كتير بتنمية الفكر وتنمية العقل بتنمية الدماغ لأنه الدماغ بيتطور بالعلم والقراءة علم شو ما كان نوعها القراءة علمي عزيزي وقرأة بلصحك كمان تقرأ كم كتاب هالا قبل لك عنهم بهمين كتير لازم نقرأ بتنلك عن كتاب عزيزي لدوستايفسكي لديو القبلة غير بس بتلاقي إنه أبدا منه قبلة نحن ترجموه هيك بس هو كان إنسان مثالي بتتعرف عليه من خلال الأدب كبير من الكبار الرواية من الكبار الرواية من خلال واحدة اسم دوستايفسكي بتقرأ والمسرح فيك تقرأ المسرح الإنسانية المقدمة عرفتني عليك إنسان شفت الكتاب شو مهم الكتاب مهم بينمي العقل بينمي الإدراك بينورنا على عوالم ما كنا نعرفها بياخدنا بياخدنا محل ما بدنا ومحل ما بده بياخدنا حتى إلى أعماق أعماق الفضاء أهلا وسهلا فيك وقصرنا بويش بيتك بس إن شاء الله ما نكون قصرنا بحق كتبك أهلا وسهلا نقرأ فلنقرأ وخير جليس في الأنام كتابه أحسنت يا أبا الطيير المتنبي طبعا اشتركوا في القناة